أدنت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة وذلك في انتهك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والإنساني وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان وحملت وزارة الخارجية إسرائيل مسؤولية القانونية والأخلاقية عن اعتداء النصيرات السافر مطالبة بامتثال إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين بما في ذلك المناطق الذي نزحوا إليها والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع وطالبت مصر الأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتحرك المسؤول من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية مؤكدة على حتمية الوصول لوقف إطلاق النار في كامل القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية